هي بالفعل إدارة رضا المنتفعين هي مفهوم متطور مفهوم تم استحداثه داخل الهيئة العمل العاية الصحية ومنشآت الهيئة العمل العاية الصحية زي ما قلت حضرتك وبيسعى دايماً أنه يكون حلقة الوصل وجسر التواصل ما بين المنتفع ومطلق الخدمة وما بين المنشآت اللي بتقدم أو مقدم الخدمة نفسه رجعنا وراء شوية لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 زي ما حضرتك عارفة وحضرتك عارف أن تم فصل الجهة اللي بتقدم الخدمة عن الجهة اللي بتمول الخدمة عن الجهة اللي بتراقب وبتعتمد المنشآت اللي بتقدم هذه الخدمات في ظل قانون أو منظومة التأمين الصحي الشامل مع التطور ده كان لازم يكون عندي إدارة ترائب مدى رضا العميل أو المنتفع أو مطلق الخدمة عن الخدمات من عدم وفي حالة عدم رضا لازم نقف ونحلل هذه العملية ونشوف بالضبط المشكلة فيه طيب إحنا بنعرف منين هو راضي أو مش راضي طيب هي طبعا نفنم هي عملية كبيرة شوية خلينا نخدها مرورا أو نرجع لاستراتيجية مصر 2030 إحنا الطلب مننا بمنتهى الأمانة أن إحنا نذاكر استراتيجية مصر 2030 ونركز على الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الصحة أو التغطية الصحية فلاقينا أن لازم برقم واحد كان لازم يتم تقديم خدمة صحية بالعدالة والإنصاف وقفنا عند كلمة العدالة والإنصاف وبدأنا نشوف إزاي نقدر نوظف هذا الهدف عندنا إحنا كرداء منتفعين بدأنا نعمل زي استبيانات استطلاعات رأي للمحافظات اللي إحنا داخلين نشتغل فيها علشان نعرف الناس رضي عن الخدمات السابقة ولا لأ وفي نفس الوقت نعرف التطلعاتهم إيه الفترة الجاية علشان نبدأ نشتغل عليها ونرتبها الحاجة الثانية كان الهدف الاستراتيجي الثاني الجودة لازم برضو طالما بتكلم عن جودة لازم على طولها روح داحية رضا العميل والهدف الاستراتيجي الثالث في رؤية مصر 2030 كان بيتكلم عن حوكمة الصحة فطالما حوكمة يبقى بنتكلم عن شفافية ومساواة يبقى لازم برضو أرجع للعميل ومطلق الخدمة أنا أعرف إذا كان هو راضي أو بيشعر بالأمان والعدالة ولا لأ فكل هذه الأداف خدمتنا أن نشتغل على مفهوم جديد ألا وهو رضاء المنتفع أو رضاء العميل هي بالمناسبة الإدارة اسمها الإدارة العامة لرضاء المتعاملين لكن هي معروفة عند الناس كلها أنها اسمها رضاء المنتفعين بنقيس الموضوع إزاي؟ عندنا إجراءات كثيرة جداً بيتم من خلالها قياس مؤشر رضاء المنتفع ما الفرم بين الاثنين المنتفعين والمتعاملين؟ المنتفعي فندم يمكن هو مطلق الخدمة فقط لكن المتعامل قد يكون من العاملين أو المنتمين للهيئة وقد يكون متعامل خارجي اللي هو مطلق الخدمة ويمكن حضرتك تعلم أننا عندنا بالفعل في الهيئة العمل رعاية الصحية وحدة وإدارة مختصة للدعم المعناوي للعاملين يعني إحنا بنرعى المفهومين رضاء العميل الداخلي ورضاء العميل الخارجي خالي نقول العملية بتدار إزاي؟ يعني إيه اللي بيحصل؟ أنا دلوقتي مواطن حابب أبدي رأيي سواء أن أنا أثني على الخدمة أو يكون عندي شكل تمام يا فندم يبقى إحنا نتكلم عن العملية إحنا نتكلم عن تقييم رحلة المنتفع داخل منشآت الهيئة العامة رعاية الصحية يمكن الدكتور محمد العقاد كان في استضافة حضراتكم واتكلم عن التطور اللي حصل في منشآت الهيئة العامة رعاية الصحية الفترة اللي فاتت ومنذ بداية تطبيق نظومة التأمين الصحي الشامل مع هذا التطور لازم يكون عندي كمان تطور في الفكر أن أنا إزاي أتعامل مع مطلق الخدمة فبيتم تقييم تجربة المنتفع أو مطلق الخدمة أو المريض داخل المنشآت من لحظة دخوله يا فندم للحظة خروجه ببدأ أسأله بالضبط هل أنت راضي عن معاملة أفراد الأمن؟ هل أنت راضي عن مكتب الاستقبال داخل الوحدة أو داخل المستشفى؟ هل أنت راضي عن تعامل التمريد؟ هل أنت راضي عن تعامل الأطباء معك؟ هل قبلتك أي مشكلة في عملية الحجز أثناء ما اتصلت بمركز خدمة العملة الخط الساخن الخاص بالتأمين الصحي الشامل علشان تحجز في المنشآة هل قبلتك أي مشكلة؟ فبقيم العملية كلها في إطار استقصاء أو استبيان أو استطلاع رأي علشان أقف عند التحديات اللي قبلته وفي نفس الوقت النقاط الإيجابية أعززها وكبرها وحسنها